نعود إلى إسحاق الفياض لم أستطع أن أكمل مجموعة الأسئلة مع أجوبتها في الحلقة الماضية ويبدو أنني لن أستطيع أن أكمل ما اخترته من أسئلة أجاب عليها إسحاق الفياض من موقعه الألكتروني الرسمي سأذهب إلى هذا السؤال هل الإمامة أصل من أصول الدين أم هي أصل من أصول المذهب؟ رجاءً اعرضوا لنا صورة هذا السؤال عبر الموقع الألكتروني الرسمي لإسحاق الفياض السؤال موجود بين أيديكم على الشاشة ومن صفحة معنونة بعنوان العقائد والشعائر الحسينية بعنوان العقائد والشعائر الحسينية هما سؤالان السؤال الأول عن تحريف القرآن لا أريد أن أقف عنده في هذه اللحظة إذا وجدت مجالا سأعود إليه لكنني سأقرأ عليكم السؤال الثاني الذي بجانب السؤال الأول هل الإمامة أصل من أصول الدين أم هي أصل من أصول المذهب؟ الجواب الإمامة أصل من أصول المذهب الحق ولكن لا يترتب على إنكارها أو الجهل بها الكفر بالمعنى المقابل للإسلام نعم هو خارج عن الإيمان الخاص أي غبائن هذا أي غبائن هذا مر الكلام علينا في الحلقة الماضية ما يرتبط بتعريف المرتد كنت أريد أن أواصل الحديثة بتفصيل أكثر عن المرتد في الحلقة الماضية لكن ضيق الوقت هو الذي ألجعني إلى الإيجاز والإختصار فما مر من كلام هناك يصح أن يكون جوابا هنا لكنني لا بد أن أشير إلى أن السائل جاء بسؤال ليس صحيحا أساسا لكن الذي يعرفه هو هذا هل الإمامة أصل من أصول الدين؟ أم هي أصل من أصول المذهب؟ الجواب الحقيقي الإمامة لا هي من أصول الدين ولا هي من أصول المذهب هي الأصل الوحيد للدين الإمامة الإمام في الحقيقة هو الأصل الوحيد للدين والإمامة شأن من شؤونه هي الجهة التي نتواصل من خلالها معه صلوات الله عليه فيمكننا أن نعبر من أن الإمامة هي أصل الدين لكننا إذا أردنا أن نعبر تعبيرا دقيقا وحقيقا فلا بد أن نقول من أن الإمامة المعصومة من أن إمامة زماننا هو أصل الدين والدين له أصل واحد مثل ما قال محمد المصطفى لعلي المرتضى صلى الله عليهما وآلهما يا علي يا علي يا علي أنت أصل الدين ثم قال له بعد ذلك وإني أشهد لك بذلك رسول الله قال له الرواية بكل تفصيلها بكل تفصيلها موجودة في بصائر الدرجات لشيخنا الصفار رضوان الله تعالى عليه من أصحاب إمامنا الحسن العسكري يا علي يا علي يا علي يا علي ما أهلا هذا الاسم يا علي يا علي أنت أصل الدين ثم قال له بعد ذلك وإني أشهد لك بذلك هذا هو أصل الدين وانتهينا لا يوجد شيء في المنظومة العقائدية عند العترة الطاهرة يسمى بأصول الدين إن كان هناك من شيء يسمى بهذا إنها أصول متفرعة عن الأصل الأكبر عن أصل الأصول عن الأصل الأعظم إنه الإمام المعصوم في زماننا أصل ديننا الحجة بن الحسن هو هذا الأصل هو هذا أصل الأصول وهذا الكلام كله هراء هذا هراء الأشاعرة والمعتزلة ماذا نصنع لمنظومة دينية ضالة من أولها إلى آخرها القرآن صريح وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الرسالة تشتمل على التوحيد وتشتمل على النبوة والقرآن جزء منها والمعاد جزء من القرآن المعاد عقيدة القرآنية والقرآن جزء من النبوة فالمعاد ما هو بأصل الأشاعرة عنادا لعلي وآل علي جعلوا المعاد أصلا المعاد فرع من القرآن والقرآن فرع من الوحي والوحي فرع من النبوة والإمامة منزلة أعلى من النبوة إمامة محمد أعلى من نبوته الإمامة أعلى من النبوة هذا لا يعني أن علي أعلى من محمد علي مأموم لمحمد إمام الوجود محمد إمام الأئمة جميعا محمد محمد إمام الأئمة من علي وبعد علي فاطمة إلى القائم صلوات الله علي محمد إمام الأئمة جميعا إمام علي وإمام فاطمة وإمام الأئمة من بعد فاطمة إلى القائم صلوات الله عليه وعلي إمام الأئمة إمام فاطمة وإمام الأئمة من بعدها وفاطمة إمام الأئمة من بنيها من ولدها من المجتبى إلى القائم فأئمة الأئمة ثلاثة محمد الأول الأعلى وبعده علي العالي وبعده فاطمة الزاهرة وبعد فاطمة التي هي حجة على أولادها الذين هم حجج على الخلائق مثل ما يقول والد إمام زماننا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا فالدين له أصل واحد هو الإمام والإمامة من شأنه وهي الجهة التي نرتبط من خلالها به صلوات الله عليه فيمكننا أن نقول من أن الإمامة هي الأصل الوحيد للدين بلحاظ أنها شأن من شؤون الإمام الأصل الذي هو أصل الأصون وهي تشير إليه ولأنها جهة ارتباطنا به من هذه الجهة كما تقول الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم كيف نبدأ بهم؟ من جهة ارتباطنا بإمامتهم نحن لا نرتبط بذواتهم أنى لنا أن يكون ذلك لا نستطيع أن نتواصل مع ذواتهم نحن نتواصل مع شؤونهم مع إمامتهم فما يظهر منهم لنا شؤون إمامتهم أما باطن ذواتهم نحن نؤمن به من دون علم بتفاصيله إنني مؤمن بظاهركم وباطنكم لكنني لا أعرف أسرار باطنكم أما تجليات ظاهركم فهي شؤون إمامتكم التي أدين بها وهي أصل ديني وديني له أصل واحد هو أنتم ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين هذه الزيارة التي بعث بها إلينا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أنك يا إمام زماني يا بقية الله وأشهد أنك حجة الله وماذا بعد أنتم الأول والآخر العبارة تواضحة أنتم الأول والآخر إنني مؤمن بظاهركم أنتم الأول والآخر هذا ظاهركم بالنسبة لي أمها باطنكم فإنني موقن به لكنني لا أعرف شيئا عنه فاطمة قيل لها فاطمة لماذا لأن العقول فطمت عن معرفتها فطمت قطعت قطعت الفطام القطع حينما تقطع الأم رضيعها عن الحليب فإنها تكون قد فطمته قطعته عن لبنها قطعته عن صدرها قطعته عن ثديها قولوا ما شئتم من هذه التعابير فهي صحيحة كلها ففاطمة قيل لها فاطمة لأن العقول فطمت قطعت عن معرفتها عقول الخلائق طرا بما فيهم الأنبياء والأوصياء عقول الخلائق طرا فاطمة هي الحقيقة الإلهية الربانية التي هي مجمع الأسماء الحسنى إنها الحقيقة الزاهرة الزاهرة بكل أسرارها التي فطمت العقول عن معرفتها أنتم الأول والآخر هذا هو دين محمد وأهل محمد أما هذا الهراء إن كان من سائل لا ألوم أسائل فإن سائل ثقفه هؤلاء الأغبياء الذين يلقبون بآيات الله العظمى ما هذا الضلال ما هذا الهراء الإمامة أصل من أصول المذهب الحق أي مذهب هذا المذهب في اللغة الاتجاه والطريق وأهل البيت لهم مذهبهم بحسب اللغة أما المذهب بحسب الإصطلاح وهو أن الدين واحد وتحت يافطة الدين هناك مذاهب أهل البيت لهم مذهب والباقون لهم مذاهب والرؤوس على حد سواء هذا مذهب وهذا مذهب الذي يعتقد بهذا مثل ما تعتقد الشيعة من الثقافة التي أخذوها من مرجئة مراجع حوزة الطوسي فهؤلاء ناقضون لبيعة الغدير الذي يعتقد أن محمدا وآل محمد عندهم مذهب وعند الباقين مذاهب والجميع تحت يافطة الإسلام هذا خارج من الإسلام خارج من إسلام محمد وآل محمد هؤلاء مرجئة إنهم مرجئة الشيعة هؤلاء مرجئة حوزة الطوسي هكذا يعتقدون محمد وآل محمد لهم دين وليس لهم مذهب بالمعنى الإصطلاحي لهم مذهب بالمعنى اللغوي دينهم مذهبهم بالمعنى اللغوي ولكن الشيعة لا تستعمل المعنى اللغوي تستعمل المعنى الإصطلاحي نسبة المعنى الإصطلاحي للمذهب لمحمد وآل محمد نقض لبيعة الغدير ونقض لحديث الثقلين ورفض لإمامة الحجة بن الحسان وخروج من دين محمد وآل محمد حينما ننسب المذهب المذهب إلى محمد وآل محمد بالمعنى الإصطلاحي ليس لمحمد وآل محمد من مذهب إصطلاحي المذهب اللغوي وهو الطريق والاتجاه وهو الصراط المستقيم الذي تتحدث عنه سورة الفاتحة هذا صحيح لكن مراجع حوزة الطوسي لا يستعملون في كلامهم المذهب بالمعنى اللغوي الخطباء الفضائيات المكتبة الشيعية المراجع المرجعة البترية حينما يستعمل عند هؤلاء جميعا المذهب يقصدون به المذهب الإصطلاحي فالصادق جعفر له مذهب وأبو حنيفة له مذهب ومالك ابن أنس له مذهب وهكذا هذا المنطق ضلال ونقض لبيعة الغدير ورفض لحديث الثقلاء وإغضاب لفاطمة واعتراف بأعدائها الذين قتلوها الذين يجب علينا وجوبا عقائديا وليس شرعيا وليس وجوبا تأريخيا يجب علينا وجوبا عقائديا أن نوالي من والاها وأن نعادي من عاداها صلوات الله وسلامه عليها لأنها ميزان البراءة والولاية لأنها ميزان الحق والباطل لأنها ميزان الهداية والضلالة لأنها ميزان التوحيد والشرق لأنها ميزان الإيمان والكفر لأنها ميزان الإسلام وكل هذه المعاني تدخل تحت عنوان الإسلام ميزان الإسلام واللا إسلام إنها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذا المنطق القذر هذا منطق المرجئ حتى السائل مرجئي هل الإمامة أصل من أصول الدين الإمامة ما هي بأصل من أصول الدين الإمامة هي أصل الدين ليس هناك من أصل موازل لها حتى يقال من أن الإمامة من أصول الدين هناك أصول توازيها لا يوجد أصل يوازي الإمامة صريح القرآن هذا ما أنا الذي أقول الآية السابعة والستون من سورة المائدة صريحة في هذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من الناس الذين يكفرون ببيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو أصل الدين هناك أصل واحد وفي ظل هذا الآصل يتفرع التوحيد وتتفرع النبوة وتتفرع سائر العقائد فإذا أردنا أن نطلق على التوحيد من أنه أصل مع أن الأحاديث قالت عنه من أنه فرع قالوا من فروعنا في رواياتهم وأحاديثهم قالوا إن التوحيد من فروعنا هم الذين قالوا الصادق هو الذي قال إمامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال من أن التوحيد من فروعنا الأصل هو الإمام المعصوم أما هذا الهراء من أن أصول الدين يقولون لكم خمسة كذابون وحق الحسين هم السستاني نفسه في موقعه وهذا إسحاق الفياض ها هو يصرح بهذا وسأعرض لكم أحاديث إسحاق الفياض في دروسه في حوزة النجاة التي يصرح فيها من أن الإمامة من فروع الدين السستاني السستاني سعيد الحكيم بشير النجفي إسحاق الفياض الخوئي الذين قبلهم الذين بعدهم صدقوني أصول الدين عندهم ثلاثة هي نفسها أصول الدين عند الأشاعر الذين هم من أشد النواصب أصول الدين عند الأشاعر التوحيد النبوة المعات وهذه هي أصول الدين عند السستاني وعند إسحاق الفياض عند الجميع عندهم جميعا أما العدل والإمامة فهما من أصول المذهب يعني من الفروع يضحكون عليكم يقولون لكم من أن العدل والإمامة من أصول الدين هم لا يعتقدون بذلك وهذا كلامه واضح ماذا يقول الإمامة أصل من أصول المذهب الحق ولكن لا يترتب على إنكارها أو الجهل بها الكفر بالمعنى المقابل للإسلام التوحيد ماذا لو أنكره المنكر ماذا سيكون لن يكون مسلما لماذا لأن التوحيد من أصول الدين أما الإمامة فهي من فروع الدين من أصول المذهب مثل ما قلت لكم معنى المذهب إصطلاحا يعني أن الدين يافطة وتحت هذه اليافطة تأتي المذاهب ولكل مذهب أصوله وأصول المذهب إذا من تقضت فإن الذي ينقض ولا يعتقد بأصول المذهب فلا يخرج من الإسلام لا يخرج من الدين لماذا؟ لأن أصول المذهب ما هي بأصول الدين صدقوني هذه هي الحقيقة الموجودة في حوزة النجات وفي حوزة كربلاء وفي حوزة قوم يضحكون عليكم يقولون لكم من أن أصول الدين خمسة أصول الدين عندهم ثلاثة التوحيد النبوة المعاد عند السيستاني أدخلوا على موقعه الألكتروني الرسمي وابحثوا في العقائد ستجدون هذا الكلام صريحا أنا ما أردت أن أفصل الكلام وقد عردته سابقا في برامجي ودخلنا إلى الموقع الألكتروني الرسمي للسيستاني وهناك الأجوبة موجودة من أن أصول الدين ثلاثة التوحيد النبوة المعاد أما العدل والإمامة فهما من أصول المذهب هذه عقيدة مراجعكم ولكنهم يعلمونكم هكذا من أن أصول الدين خمسة بما فيها العدل والإمامة هم لا يعتقدون أن الإمامة من أصول الدين إنها من أصول المذهب هذا الجواب هذا الجواب الذي يجيب به إسحاق الفياض ليس جوابا خاصا به هذا جواب السيستاني وجواب سائر المراجع من الذين ماتوا من الأحياء ومن الذين سيأتون هذا ما هو بدين محمد وآل محمد هذا دين المرجعة هل الإمامة أصل من أصول الدين أم هي أصل من أصول المذهب أساسا هذا التقسيم إلى دين ومذهب ما هو من تقسيم أهل البيت لا علاقة لأهل البيت به سلوهم فليثبت ذلك لنا هذا تقسيم النواصب هذا تقسيم علماء الكلام عند النواصب أخذوا الدين وجعلوا له أصولا الأشاعر التوحيد النبوة المعات ثم قالوا هناك مذاهب وجعلوا لكل مذهب أصوله الخاصة به إذا من تقضت فلا يعني ذلك الخروج من الدين وإنما هو انتقاض لأصول المذهب التي هي من فروع الدين مضحوك عليكم أنتم مضحوك عليكم عقيدتكم التي تتمسكون بها عقيدة أشعرية وأنتم تقلدون السيستاني أو تقلدون غيره تقلدون مراجع عقائدهم أشعرية العقائد الأشعرية هي العقائد الناصبية بامتياس عقيدة أئمتكم أن تعتقدوا أن الدين له أصل واحد وهذا الأصل هو الإمام وليس الإمامة وإنما الإمامة شأن من شؤون الإمام هي جهة ارتباطنا به يمكننا أن نقول من أن الإمامة هي أصل الدين بهذا اللحاء لأنها تشير إليه لأن الأصل الحقيقي للدين هو الإمام المعصوم ومعرفة الله هي معرفة الإمام المعصوم هذا منهج منهج العترة الطاهرة لقد أثبت هذا بالأدلة والبراهين والحجج بحسب ثقافة الكتاب والعترة في برامج المختلفة يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تعرفوا عقيدتكم بحسب منهج العترة الطاهرة لا بحسب منهج الطوسي لا بحسب منهج العلامة الحلي لا بحسب منهج مرتضى الأنصاري لا بحسب منهج الخوئي لا بحسب منهج السيستاني وسائر المراجع الآخرين وهذا إسحاق الفياط مثال من الأمثلة هذا الضلال الذي يجيب به على أسئلة هي الأخرى أسئلة ضالة هذا السؤال سؤال ضال يصدر عن ثقافة ضالة هذا اعتراف بالمذاهب واعتراف بأن الدين له أصول وأن المذاهب لها أصول وهذا كله نقض لبيعة الغدير علي أولى منا بأنفسنا وانتهينا هذا هو الأصل هذا هو الأصل في البعد التكويني لحياتنا وفي البعد التشريعي لحياتنا علي أولى منكم بأنفسكم من كنت مولاه محمد أولى منا بأنفسنا بصريح القرآن فهذا علي مولاه وانتهينا خذوا القرآن من علي فقط وخذوا الفهم من علي فقط هذا هو مضمون بيعة الغدير هذا المضمون ينتقل إلى إمام زماننا لنبايع بيعة الغدير الثانية الثانية بيعة الغديرين هي هذه غدير علوي وغدير مهدوي وأصل الدين واحد هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بصريح القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية واضحة والرسالة فيها كل التفاصيل لا قيمة لها من دون أصل الأصول والحديث عن بيعة الغدير وبيعة الغدير شأن من شؤون إمامة علي والإمامة التي أتحدث عنها هي إمامة المسلمين هي إمامة المؤمنين هي إمرة المؤمنين وهذه الإمامة ما هي بالإمامة الكلية لعلي هذه الإمامة شأن من إمامته الكلية للوجود وإمامته الكلية للوجود هي شأن من شؤون ذاته صلوات الله وسلامه عليه هذا هو علي هذا هو أصل الدين هذا الهراء لا علاقة له بدين محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارة وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيئة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه رجاء أعرض لنا الفيديو الأول وهو تسجيل صوتي في الحقيقة لمقطع من درس من دروس إسحاق الفياط يتحدث فيه عن أن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية نص حديثه بين يدي ربما لا تفهمون كلامه لكن هذا هو الموجود يبدو أن المرجع الأعلم هي هذه مواصفاته حينما يتحدث لا يستطيع الآخرون أن يفهموا بالضبط ما يقول هذه شرائط المرجع الأعلم لأننا الآن بين نوعين من الأعلمية بين بين مرجع هو صاموت لا موت ستر نفسه بسكوته وإذا ما أبرز إلينا مقطع فيديو قصير فسيكون على طريقة أفلام شارلي شابلن القديمة الصامتة شارلي شابلن بعد ذلك حينما تطورت السينما مثل في أفلام كهذه الأفلام التي في أيام زماننا ولكن حينما كانت التكنولوجيا محدودة في أوقات سابقة فكانت أفلامه صامتة أما السيستاني المرجع الأعلى فإن الفيديوات التي يخرجها إلى الشيعة في القرن الحادي والعشرين يخرج فيديوات تخلو حتى من الموسيقى التصويرية صامت لا موت بالمطلق هذا النوع الأول من الأعلمية فالمرجع الأعلم لا بد أن يكون صامتا لا موتا والنوع الثاني إذا ما تكلم فلا يستطيع أحد أن يفهم منه شيئا دقيقا وصحيحا هذا هو وقع حوزة النجا وذلك المرجع الصاموط اللاموط الأعلى هو الذي انتخب لنا هذا المرجع الأعلى أعرضوا لنا الفيديو فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام فإن فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية فإذا لم يجب معرفة الإمام فبتبيعة الحال لا يجب عليه صائر الأحكام الفرعية فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه الصلاة معرفة الإمام فإذا هذه الصحيحة تدل تدل على أن الكفار ليس مكلفين بالفروع فإن هم لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لم يؤمن برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجب فلا يكون مكلفين بالفروع وفي مقدمة في مقدمها المعرفة الإمامة فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك مراده من الصحيحة رواية كان يناقشها في درسه بخصوص هذا الموضوع خلاصة الكلام النتيجة النهائية من حديثه أنا أقرأ من النص المطبوع أمامي وهو نفس كلامه بالضبط فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية وما هي من الأصول أنا أقول لهذا المرجع الأحلى الذي يفيض علينا جهلا هذا الفياض فياض بجهله فياض بغبائه هذا الحديث تحفظه العجائز ويحفظه العالم والجاهل من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا الحديث على ماذا يدل هل يدل هذا الحديث على أن المعرفة هنا معرفة فرعية أم أنها هي أصل الأصول لا أريد أن أنقشه أكثر من ذلك وإنما سأعرض لكم الفيديو الثاني في نفس السياق وفي نفس الاتجاه مثلما عرض الفيديو الأول هكذا يلخص قوله في هذه العبارة غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الأصول هذا كلامه هذا نص كلامه الذي سيبث عليكم غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الأصول ومعرفة الإمامة من الفروح هذا هو نص كلامه رجاء أعرض لنا الفيديو ورسالته مجتملة على جميع الأحكوم وبمقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكوم الشرعية فإذن معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة خاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروح من الفروح وأيذن معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط معرفة الرسالة فعلية يجب على الناس فعلا لأعتراف برسالة نبي الأكرم ولإيمان بها وأما معرفة إمامة وسائر الأحكوم الفرعية طبعا مشروطة مشروطة بشرط فإن جعل الأحكوم في عرض ووحدة جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكوم الفرعية في عرض ووحدة وأما معرفة النبي الأكرم وجوه فعلي والإيمان بها فعلي وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكوم الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام خلاصة كلامه هي هذه غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الأصول ومعرفة الإمامة من الفرع هذا الكلام هو هو الموجود في هذا السؤال الإمامة أصل من أصول المذهب الحق فهي فرع فمراجعكم في النجاف السيستاني وسعيد الحكيم وإسحاق الفياض وبشير النجفي و كلهم يعتقدون من أن الإمامة من فروع الدين يضحكون عليكم يقولون لكم إنها من أصول الدين إذا ما ذهبتم في أعماق عقائدهم فإنهم يعتقدون من أن الإمامة من أصول المذهب هذا يعني أنها ليست من أصول الدين وإنما هي من فروع الدين ولذا الذي سينكرها لن يخرج من الدين وإنما سيخرج من المذهب وسيبقى على دين محمد وأهل محمد هذا هو منطق حوزة النجف الذي هو نقض لبيعة الغدير بدرجة مئة بالمئة مشكلة مشكلتهم أين مشكلتهم عدم فهمهم وعدم تمييزهم ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل وهذا الأمر وقع فيه مراجع حوزة الطوسي منذ زمان الطوسي وحتى قبله لكن التأريخ من قبل الطوسي انطوى الآثار التي بين أيدينا هي آثار الطوسي وآثار الذين جاءوا من بعده نحن مشكلتنا ليس مع الذين قبل الطوسي مشكلتنا مع الطوسي والذين جاءوا من بعده إلى يومنا هذا فكل الضلال الذي عندنا وكل الفكر المرجئي والفكر البتري والفكر التقصيري كل العقائد الضال التي وهذه المنظومة العقائدية القذرة منظومة أصول الدين الخمسة كل هذا بسبب الطوسي والذين جاءوا من بعده مراجعكم يعتقدون أن أصول الدين هي هي أصول الدين عند الأشاعرة النواصب بالضبط ويعتقدون من أن الإمامة هي فرع من فروع الدين لكنهم كي يضحك علينا يقولون عنها من أنها هي أصل من أصول المذهب أقرأ السؤال مرة أخرى عليكم هل الإمامة أصل من أصول الدين أم هي أصل من أصول المذهب السؤال سؤال ضال لأنه ينشأ من ثقافة ضال والجواب جواب ضال لأنه يصدر من مرجع ضال من حوزة ضال من مرجعية ضال الإمامة أصل من أصول المذهب الحق ولكن لا يترتب على إنكارها إذا كانت أصلا من أصول المذهب الحق لماذا لا يترتب على إنكارها أو الجهل بها الكفر الكفر سيقولون لكم هناك كفر يقابل الإسلام وهناك كفر يقابل الإيمان هذا الكلام يخالف منطق القرآن في مرحلة التأويل هذا الكلام كان موجودا في مرحلة التنزيل وإذا مجتملت عليه الروايات والأحاديث فإنها تراعي التقية كي تنشئ أحكاما يستعين بها المؤمنون المسلمون من أتباع الأئمة وشيعتهم يستعينون بها في حياتهم فالمجتمع مجتمع ناصبي قذر من حولهم إن كان في زمان السقفة أو كان في زمان الأمويين أو كان في زمان العباسيين فما يظهر من الروايات من تفصيل ما بين الإسلام والإيمان هو بمراعاة هذا الموضوع لأجل تسهيل الأمر على شيعة أهل البيت في زمان التقية كي يؤسس لهم أحكاما وفقها وبرنامجا يتماشى مع الواقع الذي يعيشون فيه في الوقت نفسه هناك عندنا من الأحاديث التي تبين أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام القرآن ماذا يقول القرآن في سورة الحجرات في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة قالت الأعراب آمنا الأعراب متى قالت هذا في مرحلة التنزيل زمان النبي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم بمعنى لم ولم يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب آمنا في مرحلة التنزيل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم ولما لما بمعنى لم الآية هنا تحدثت عن إسلام وعن إيمان ومن أن الإيمان لا بد أن يكون داخلا في القلب أما الإسلام فله مواصفاته هو إعلان وإظهار للاعتقاد به فهناك إسلام وهناك إيمان هذا في مرحلة التنزيل نفرق ما بين الإسلام والإيمان في مرحلة التأويل لا يوجد هذا التفريق في سورة المائدة في الآية الثالثة بعد البسملة اليوم أكملت لكم دينكم الدين هو الإيمان اليوم أكملت لكم دينكم فهل يقالوا عن هذا الدين من دون إيمان اليوم أكملت لكم دينكم كمال الدين بأي شيء كمال الدين في الإيمان به كمال الدين بالنسبة لنا في الإيمان به حينما نؤمن بالدين بكل تفاصيله صار الدين كاملا بالنسبة لنا ففي بيعة الغدير حينما بايعوا وآمنوا بها بحسب هذا الافتراض فإن الدين قد كمل بالنسبة إليهم لأنهم قد آمنوا بكل أجزاء الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان اليوم أكملت لكم دينكم بأي شيء بالإيمان ورضيت لكم الإسلام دينا بأي شيء بالإيمان فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام هذه مرحلة التأويل التي بدأت بعد بيعة الغدير وهذا هو مضمون الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وماذا يترتب على الكفر ببيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافري هذا الكفر الأعظم هذا أعظم من الكفر في مقابل الإسلام في مرحلة التنزيل فما يتحدثون عن أن الإسلام هو الشهادة الأولى والثانية هذا إسلام مرحلة التنزيل حتى عند الخواص في مرحلة التنزيل ما كان الإسلام يكتمل بالشهادتين لا بد من الشهادة الثالثة عند سلمان وأمثال سلمان عند الخواص عند عامة المسلمين كان الإسلام في مرحلة التنزيل قبل بيعة الغدير يكتمل بالشهادتين أما بعد بيعة الغدير بصريح القرآن فإن الإسلام كان ناقصا وإنما كمل ببيعة الغدير الآيات واضحة وصريحة الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام بعد بيعة الغدير ما عندنا من روايات وأحاديث تفرق بين الإسلام والإيمان إما هي من الأحاديث البرزخية وهي الأحاديث التي كانت في زمان أمير المؤمنين كان هناك الكثير من الأحاديث البرزخية في زمان أمير المؤمنين في زمان إمامنا الحسن وحتى في زمان سيد الشهداء قبل عاشورا كان هناك الكثير من الأحاديث البرزخية لأجل الانتقال مراعاة للذين لم يفهموا ما هو الفارق بين مرحلة التنزيل والتأويل مراعاة لهؤلاء من الشيعة فكانت هناك الأحاديث البرزخية التي تحاول أن تنقل هؤلاء من مرحلة التنزيل التي يتمسكون بها لأن المجتمع ناصبي يتمسك بمرحلة التنزيل مجتمع مرتاد الأمة ارتدت ولم يبقى على الدين إلا ثلاثة مع أمير المؤمنين ثم تقاطروا بعد ذلك شيئا فشيئا إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا كفر في مقابل الإسلام الذي هو الإيمان وفي مقابل الإيمان الذي هو الإسلام في أعلى مراتبه أما هذا الهراء الذي يتحدث عنه إسحاق الفيض وهو حديث مراجع النجف مراجع النجف يتكلمون بهذا المنطق لا يميزون ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل مرحلة التنزيل نسخت نسختها مرحلة التأويل ودين محمد لم يظهر لحد الآن حتى في زمان الظهور لن يكون الدين كاملا الدين يتكامل بكل حقائقه في ظاهره وباطنه في رجعة محمد في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل محمدا وبعث محمدا لا لمرحلة التنزيل مرحلة التنزيل كانت مقدمة عليكم أن تعلموا من أن الدين في مرحلة مكة نسخ في المدينة دين المدينة يختلف بالكامل في تفاصيله عن دين مكة الدين الذي كان عليه المسلمون في مكة نسخ بالكامل في المدينة وفي مرحلة المدينة كان هناك من ناسخ ومنسوخ كان هناك من محكم ومتشابه في مرحلة التنزيل الآيات الناسخة والآيات المنسوخة متى نزلت نزلت في مرحلة التنزيل ولما جاءت بيعة الغدير جاءت مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل ومن هنا فإن تفسير النبي للقرآن لا وجود له بيننا لماذا؟ لأنه كان مناسبا لمرحلة التنزيل ولذا فإن الأئمة لم ينقلوه لنا ربما نقلوا منه بعض الأحاديث البرزخية ما بين مرحلة التنزيل والتأويل أو نقلوا بعض الأحاديث التفسيرية عن النبي التي تتناسب مع مرحلة التأويل ما بعد بيعة الغدير الدين نسخة بعد بيعة الغدير ولذا فإن علي قاتلهم على التأويل أمير المؤمنين لم يقاتلهم على علم التأويل قاتلهم على الدين الذي هو في مرحلة التأويل الذي نسخ الدين في مرحلة التنزيل وهذا شيء لا يفقهه مراجع النجاة منذ زمان الطوس إلى الآن لا يفقهون هذه الحقيقة لو أنهم فقهوا هذه الحقيقة لما قالوا هذا الهراء ولما وقعوا في التناقضات مع القرآن ومع حديث العترة ولذلك هم لما وجدوا أنفسهم في حالة تناقض مع القرآن المفسر بتفسيرهم أنكروا تفسير أهل البيت ولما وجدوا أنفسهم في حالة تناقض مع أحاديث العترة أنكروا أكثرها ولما وجدوا أنفسهم في مشكلة مع أحاديث المعارف رفضوها جملة وتفصيلا وتمسكوا بأحاديث الفتاوى والأحكام وعلموا الشيعة من أن الدين فتاوى وأحكام هذه هي الحقيقة التي حدثت في هذه الحوزة الضالة في حوزة النجاف وإلا أين ثقافة القرآن بتفسيرهم ما أنتم تشاهدون وتسمعون مني أني أستخرج الحقائق من القرآن لماذا لأني لم أتبع منهج حوزة الطوسي لأنني اتبعت منهج الغديرين فإنني درست القرآن وتدبرت فيه بحسب ما بايعت في بيعة الغديرين إنني أفهم القرآن وفقا لتفسيرهم لهذا السبب تلاحظون أنني دائما أستخرج الحقائق من القرآن عودوا إلى مراجع النجف واسألوهم عن نفس المضامين القرآنية التي أتحدث عنها سيخرجون لكم غائطا من أفواهه سيخرجون لكم قذارات هذا إذا لم تطردوا على أسئلتكم لأنهم لا يبقهون شيئا من القرآن والدليل أمامكم القرآن صريح من أن الإسلام هو الإيمان ومن أن الإيمان هو الإسلام بعد بيعة الغدير قبل بيعة الغدير نعم مثل ما قرأت عليكم في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا هذا في مرحلة التنزيل المنطق منطق الأعراب في مرحلة التأويل والمنطق منطق المؤمنين منطق العارفين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهل هذا الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا هذا إسلام من دون إيمان يختلف عن الإيمان ماذا تقولون أنتم يعني هذا هو نفس الإسلام الذي تحدث عنه الأعراب هذا الإسلام الكامل والإسلام الكامل هو الإيمان الكامل ولذا في أحاديثهم في تعريف الإسلام يقولون الإسلام هو التسليم وإذا ما سألناهم التسليم لمن التسليم لعلي وآل علي والله هذا هو كلامه هذا هو منطقهم هذه زبدة أقوالهم فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ما جاء من روايات عندنا هي لأجل ترقيع الواقع لأجل أن يتوائم الشيعة مع الواقع الناصبي في المرحلة الأموية في المرحلة العباسية كي يتوائم من أن الإسلام ينطبق على الآخرين من المخالفين ومن أن الإيمان ينطبق على الشيعة الذين آمنوا بعلي وآل علي وهناك أحكام للمسلمين وأحكام للمؤمنين وهناك تقية هذا كله حالة استثنائية في زمان كزماننا لا تقية فيه هذا كله يوضع جانبا إلا إذا أصبحنا في زمان تقية فحينئذ نعود إليه أما إذا كنا في زمان لا تقية فيه فإن الأئمة أمرون ألا نعمل بأحاديث التقية في الزمان الذي لا تقية فيه نعود إلى ديننا الحقيقي ديننا الحقيقي الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ولكن كيف يفقه هؤلاء الأغبياء من أمثال أسيحيق هذا كيف يفهمون حقائق الدين مراجح النجف لا يفهمون حقيقة الدين دينهم مرجعي قذر دينهم بتري وسخ وهذا هو الذي عليه الشيعة أنا أستعمل هذه العبائر وهذه الألفاظ والله لست راغبا في استعمالها لكنني أريد أن أنفركم من هذا الواقع القذر الذي أنشأته لنا هذه الحوزة القذرة أتحدث عن حوزة النجف التي أسسها الطوسي منذ سنة 448 للهجرة وهي ترسخ الضلال في واقعنا الشيعي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر